عاشوا الثورة السورية على الأرض حيلدموا شاهدتهم من واقع لؤيتهم ومشاركتهم المباشرة في أحداث وتطورات الثورة السورية نتمنى أن هم يضعون في الصورة تماماً ويزيلوا الانتباس الموجود عند كتير من الشباب الثوري في مصر أو حتى بعض القوى السياسية اللي تبني مواقفها من الثورة السورية بعيداً عن حقيقة ما يجري على الأرض في سوريا هيكلمنا زمالنا ورفقنا ميلاد أبو عيسى المناضي الفلسطيني ومن مخيم اليرموق بسوريا عما شاهده من التطورات في الثورة السورية أنا أول شيء بدي أحكي عنه أستاذ السلامة قالي أحكي عن مباشرة السورية بشكل عام وحكي عن السورة بسوريا كلها كيف أمت وقصائد الدولية على الصائد الداخلي أنا أحكي أحكي عن مطقة صبيرة مدينة صبيرة أمت شاركة في السورة أولا زي بقيت المدنة يلي هي مخيم اليرموق مخيم اليرموق كان أول حراسة أول العلمة بخمستاش خمس سعفين من داخل لما كان زخراً مكبير وفعنا على الجلان أول مرة كان بتاريخ سوريا كلها بيجينا زي إذن أنه نحن نفع على الجلان وليغر من متجاوز محدود بلساطة فطلعنا بهنين كونا ممسطين كتير إنه نظرين على الجلسطين ونحن مكبير يعني مكبيرين حالنا قمنا هرون مكبير فعلي بدي أحكي إنه عندما يجبنا موانب على أن نطلع في 15-15 جلال كانت فرحتنا بجدنا كلها إنه نطلع على الجلان ونضع يعني كونا ناويين إنه بغين أدر أن نفوت لجوه ولازم نقدر أن نفوت لجوه حلما ما قلنا من الخيرين إنه رح نقدر أن نفوت ورح يجينا منع للجيش ورح يأت ورح يبدعنا جيش سوريا والخابرات السورية وعنده في ألغام كل حلوان ما رح نقدر أن نفوت وصلنا إلى هناك ما قدرنا نرغب كيف كل الناس يعني لما شاهد فرصتها لما شاهد الشرك السائف الشرك الشائف فكل هذا نزل بالفتاحات ووصلنا وقللنا في ألغام عندنا الألغام ومنفجروا للغا صلنا نمسي للغام بيدنا كانت ألغام ذا بباد ألغام ذا بباد ممكن انفجر اللغة البعضة يعني لو بوقف أنا وعشرة مضف قادي عليها ممكن انفجر فوصلنا إلى السلق الشاعف وصلنا إلى الشلق السلق السلق أهل الداخل وقفين جوا كان هناك ثلاث سيارات إسرائيليين فسيارات إسرائيليين مجعلوا وراه هجبنا إلى السيارات إسرائيليين وصلنا إلى جبات الخشم وحطنا العلم مفلسطيني على تلك المجدر شماس وحطنا العلم مفلسطيني على سيارة إسرائيليين وحطوا الشهيد طيسة بالحجرية اللي هو كان أول شهيد بسكر المجدر جيش السوري بوقت إطلاقنا ووقات إطلاقنا بوقات زمسير الدموع علينا أو الرصاص المضاطي جيش السوري ومخابرات سورية كانوا أعطين ورانا وكانوا أعطين مظهرا كانوا متصيدون زي أسرائيليين فرجعنا للمخيام ورجعنا لتلتشة هذا رجعنا تقرين حالنا متصرين ورجعنا تقرين حالنا لقدرنا نفوت لجوه هو كان انتصار كبير بس بعد ما رجعنا فهمنا اللغة هلا عن المظام بوقت ما إحنا كنا بالجرام كان نرتكب مجدرة بإذة يعني إحنا طلعتنا كل هذا كان نرتكب كورقة بإذة و لاعب فينا عشان يغط المجدرة هو كان في أملة يقطيها أعلميا عشان ما حد يضع فيها هلا الشي الداني اللي صار بذكرى النكسي بخمسة ستة كمان صار دعوة تانية من قبل القيادة العامة صار دعوة تانية لطلع على جرام بذكرى النكسي من قبل القيادة العامة وصلنا على المدينة المدمرة اللي هي بقونات راية اللي بتبعد أن الجرام يعني حوالي 5 كيلو تقريبا يعني عن سلك الشائر لما قلنا هنا فكان في تلة قدامنا مع أي واحد كان يفع على سور كان في كتيبة من مصار إسرائيليات اللي هي بتقطة الواحد رجعنا وقتا بأرواع وشرين شائد من الفلسطينيين من مخيم اليارموت ومن المخيمات الدانية الفلسطينية بسوريا رجعنا بأرواع وشرين شائد وأكثر من سبعين شريه والجيش السوري والمخابرات السورية كانوا يفتحون للطريق وهنا لي فرقنا رجعنا على المخيم عن طالب الجيش التحرير الفلسطيني عن طالب الجيش السوري بإنه يدخل بإنه ما بصير غير الشباب يروح للمنهين فلما طلعنا بالتشير بستة ستة طبعا فصائل الفلسطينية ما قدمتنا شيء جيش السوري ما قدمتنا شيء النظام السوري اللي هو الممانع على أساس كمان ما قدمتنا شيء فلحنا بتشرفنا أننا صلنا 40 سنة مضحوق علينا فما بدنا فصائل كان الهدى في الشعب اللي تسطط الفصائل كان الهدى في النوق الشعب اللي تسطط الفصائل ما بدنا حدا أنه فعلا ما في القيادة اسمتت أنه هي سائلة علينا أساساً وإحنا بس قلنا ورقة الأربية فطلع أحد قريم بجرعة الشعبية بضيوب خطار باسم الشهدة فطلعنا وقتا بالتربة كانت الناس كتير محتقنة وكتير الناس مضايقة فطلعنا نزلنا عم تخوا علينا الصلاص المرافقة بالمعام لما تخوا علينا الصلاص الناس كلية محتقنة مطور ودم الشهدة لساته حامية اللي يحمليها نظم الكالة العامة فلما رحنا نظم الكالة جمال جبه الشعبية جبه الشعبية فرجعنا بلنا نقصم دام مبنى الخلصة جبه الشعبية لما نظم لنظم الشعبية لما رجعنا بلنا نقصم هشان نجيب المرافقة القياكة هل يضوح علينا في التربة وننزل من دمنا الخلصة كنا راقلين بشارع المظاهرة زي ما هي راقلين بشارع راحين قدام 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 قدامنا قبل ما نوصل للمدنة بحوالي ميت مدير كان طالق قدامنا ثلاثة حاملين رشيشياته وقم السطر الاسطيح طخوا أول صف مننا نزل عبره طخوا بهذاك النهار طلت ضرب الرصاص من الساعة أربع العصر بساعة دنتين باللين ما وقف دول الرصاصة ما زل الأسلحة كان فيه عشان تلاح الرصاصة ما طرع الرصاصة منه أحمد جبريل كان قاعد بأد مدن الخالصة كان بيقدر حل المشكلة بكل بساطة يطلع يقول هدول الولاد شعبي وهذا هو يرضخ عليك وأنا راح أسجن قلنا من الله نحن كان بنيوفر مجزرة ونوفر هاد الرصاص أساسا يعني إسرائيل لما احنا على الجيلان مضخط علينا يعني إسرائيل طخط علينا رصاص مطاطي بطلع التانية طخط علينا بكثبت المصار فكان وقاس علينا من إسرائيل فندين الجيش وندين الأمن إجا الأمن المركزي فضخل الرصاص يعني ما عم بوقف نهائيا الرصاص قدامنا لما عم يتحرك وقوم بتخبي بين سيارتين السيارتين يندرزوا الرصاص ما في مجال أنه أنه كثير يعني ضرب فندما هدان الجيش وندين الشرطة إجت الشرطة الأمن المركزي وصلوا على راس الشعرات تبعاً مبنى إجا عمل مركز كثير وإجا الشرطة وإجا الجيش فلما وصلوا وشافوا أنه ضرب الرصاص ما يدروا أن يوقفوا ضرب الرصاص ونحن وقف على جنب يأخذوا الشعيد مثلاً اليوقع يأخذوا الشريط يأخذوا الشريط وما حد تدخل منها فهم بلشت أنه لازم نشارك بالسورة السورية كان السورة السورية صوت 30 شهر في هذه الفترة لما بلشت المخيم يتفتح على السورة و لما بلشت المخيم لازم نشارك بالسورة كان في عنا كثير أعمال تشبيح كان في عنا كان في عناضات اختراعية كان كان ابو محمد سورية احترما بعد أن نطلع مظاهرة نطلع المظاهرة خمس دقائية يتقط إمر رد مننا خمسة وقتван بينهم واحدنا إم غير معيلة لا شيء يقدم гبارية مثلاً، أو بعصر تحربة، الشباب كله لعبرة أولاً، أولاً ظل هاد الشيء، ظل هاد الشيء، إنها لشهر رمضان، يعني نظرنا في مظاهرة الطيارة لحد شهر رمضان شهر رمضان صار فيه، صار فيه إحنا ضربة، صار فيه مظاهرة كبيرة، تشيء على الشيء، اسمه يزعم الخضراء قبل تشيء، هاد الشيء بيوم، استشهد من عندنا 11 شهر، من مظاهرة وحدة كنا طالعين مظاهرة في 11 شهر، فطلنا الدشيء تبعاً، لما طلنا الدشيء كان بشهر سبعة في 2012، كان نوع ده هو يعني أعلن سكرون نظام بالمخيم، كان كل المخيم مشارك الدشيء، كانت أكبر مظاهرة بطلاء، بعد هيك، بعد هيك شهر رمضان، قبل برمضان بزرق قريباً، إيش شهر رمضان، كان يبلش التقصف علينا قبل وصدر 10 دقائة، كانوا يضربوا القذيفة بالمخيم، يضربوا القذيفة من جرح واحد أو يستشهد واحد، تلتم الناس عشان تسعب بارا، عشان يشوف من في جبحة أو شوف أبرار، يضربوا القذيفة التامية، يروح فيها 20 شعيد، يروح فيها 20 شعيد بصفة، 20 شعيد يكونوا فيهم بجنبي، فرص ما أعط في صوفي، ناس أشلق وأرطان اللم أشلق، وصلنا لمرحلة المخيم من الإجرام، أنه قلنا نزحنا بالدم على الأربع المشكلة، بعد ذلك، طال المخيم ما في أمين، نسحب كل الأمين من المخيم، على ما نسقط نظام بالمخيم، توقعنا أن الفصائل الفلسطينية تحمينا، الفصائل الفلسطينية هي أحدة تخلى عننا، وسلمتنا لإيد أحمد جبريل، اللي هو الأمين العام لجوه الشعبي، وكذلك العامة، اللي هي أساساً فرعاً مخبرة، أساساً هنه اللي يضربوا فينا من أيام التمينات ببهدون، فسلمونا لإيدان شمية تشبيحة، كانوا أنينت الحليب في الأطفال، كان لنا ناسحين بالمخيم، وكل الأماكن اللي حولينا، كل الأماكن اللي حولينا، كلها تم دمرها، فكان مخيم أأمن مكان، فقلنا، لما يلغطوا مع واحد مثلاً، دواء، لما يلغطوا مع واحد حليب أطفال، لما يلغطوا مع واحد مواد رزائية مثلاً، أو خبز، كانوا يقتلوا بمساطة، ويمكن يطلعوا، يمكن ما يطلعوا، يمكن موت تحت التعسير، كان يفوت الشبيحة على المدارس، بس كان يستمر بطريقة ثائرية، يفوت الشبيحة على المدارس، يأخذوا كل الأكل، أطفال صغارة عادية، أطفال صغار عادية، أميل عبو، أميل عبو، لأن الأطفال لا يوجد صغار، بحاجة لأنه هاتي شيء، والدواء تبع الكبار، كما كانت أميلينا أزم كثيراً، عن سلين مثلاً، 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 أو مثلاً، سيرون ملحي، لحدهم تصارق، بحاجة لدم، فكنا كيراً نعاني بهذا المنظور، بعد ذلك، قبضنا، بعد ذلك، صار عفية، صار عفية، عرضت طيران المدلم، طيران الحربي، طيران الحربي، طيران الحربي بضرع على جامع، كنا عظم المنسحين بجامع، ومدارس، أقبل بيت 2، كان فيه 2 أو 3، فضرع على جامع، جامع ذبقوا عفية، فيه مساء، وشيوخ، واطفال، فيه مستشفى، مستشفى، كان مستوصق، يعني هل هو أفضل الأطفال بالكبار بسلنة، فضرب على هذا الجامع، الطيران الحربي غزيفة المن، أثرت 160 شهيد بيوم واحد، بهذا اليوم، بلش العمل العسكري بالمخيم، بشهر سبعة، بشهر سبعة، عفية، عفية، ضرب غزيفة المن، على المخيم، أثرت 160 شهيد بيوم واحد، 160 شهيد، يعني، بشبابة واحد ما بتتعرض كله، يعني لما، يوم ضربة المن، الناس، الناس كانوا في عبارة مقدر، ليسوا في ناس، ما كان في شيسز، ما كان في حد البين مساف، فوقت دفعت الجش الحرار المخيم، كان في خلايا نامة بالمخيم، بس من كان كنتم تدخر في مخيم لمقعد أن تصحل، او لما خرق استفعت مقدر من المعبة الأكبر، أكثر مكثرة، وإذا نسحب نظام المخيم عند ما نسحب نظام المخيم عمد حاجز حاجز أقصى من المحظة wafah في البيانات ثم أكثر أكثر من المعظة wafah عندما يتفوض ربط الخباز لن يأخذ أكثر من 8 ربطة عندما كانت شباب و بدها تتفوض ربط خباز عندما كانت استجنة الهئة الخيارية مثل الناس الي في قلب المخيم كان يقتلوها يطلقهم كان في قسم اليارموغ ويأتي على زادة المخيح لما تفوتها على مفتل المخيح كان الفوتوه على قسم اليارموغ ويطلع ويطلع مقتول والأكل ببلاش ببلاش كثير يعني اثنين بكونوا واحدين على حاجة بيجي بطخ واحد بقول له كان يربح بهاي الوسطة بطخ واي بطخ واي ببسطة لأب مع واحد كاميرا أدام ميداني فورا فما كان في يعني ما كان في ثيار إلا أن ننتسلح ما كان في ثيار إلا أن ننتسلح أنا ما أحمد تسلح يعني قبل ما أحمد تسلح فالشغلات بالمخيم كله هات حملت تسلح كل النشطون المغنيين اللي كانوا مخيم كل النشطون اللي كانوا اشتغلوا في السلمية كل النشطون اللي كانوا اشتغلوا بريدرافتي بذورزيع منشورات هذا الشغل كله مع السير وداعي يعني صار في دم كثير فقط لشتر عمل الأسكري المخيم ولهلأ المخيم محاصر صلى أطفل من ثلاث شغل حتى أربع شغل فات بالشهر الرابع محاصر لا في أكل وخول عليه لا في شغل فات بالفتال لا في أطفال فات بالér البنيات اللي بأربع المخيم كان هنا شارع الليوبيا شارع الليوبيا مشروف من أخر مصلوا على الأعلم الآن شارع الليوبيا عبارة عن قند.هجار الشوارع الليصات الآ Jung لم نبنيه حتى عبارة عن قند.هجار فما كان فيه قدامنا يعني العسكر المفهم بيصارات ما كان فيه قدامنا اللي انه نكون من السلحين وما كان فيه قدامنا اللي انه نكون قربين من الدين ليش؟ يعني انا حدا مسلا عسباني للمساعد انه ما وصل بس انه اتعرضوا في الموقف هم بسمع صوت الدرساس اللي عم يمور بصفة فلما بدي اشوف فلما هيك عم يصير فيه انا عم يعني انا عم بحط دايق على جسمي عنشان ما هاتصود هون وليما هتصود هون هكا عم باقز فايش باري ما فيه غير انه اقول اشغالاً لها الله واشنه محمد رسول الله قدامي مفي القبز انه بس اربح اربح اصنر بعدي لانه انا نفلت فعلا من الموت كان باسم عصوب فضيت اليهم لانه و هي موقع جديد ان ينزل في الجري فعنا فعلا انا ما فيه من الموت فما كان فيه قدام الشغال الا انه اتعرض من الله وانه بس انه مش من باب اديولوجي انا مسلا بس من باب انه ما في خيار انا ما في حدا معنا هذا اللي بيحب احكي اعنا المخيم المخيم هو عبارة على المكان يعني هو مدينة صغيرة للمدن اللي عامت بسوريا والله اصيبه لكم مساعد هكي اللي صاره هكي اللي عم بصوره بسوريا طبعا فيه اشياء افضل اللي هي اتباح بالسكيكين مثل مجزورة بنياز 1200 شخص بتلك ايام بندبحوا بالسكيكين افضل ومساء بشيوف وشباب بندبحوا بالسكيكين فاللي عم بصور بسوريا هو عبارة عن صورة شعبية اول سبع شهور كلنا سلمية وما احد يحمل اسلاح بولا عنطق بسوريا باول سبع شهور بسورا بعد هيق ما اكفل عنا مجال بها ولهلأ فيه ناس بسوريا بتنادي بالسلمية ولهلأ فيه ناس مع السلمية ولهلأ فيه حراك سلمي والحراك الاسكرا ريه يخلص لهم بعدما لو حدا من صار شكرا